اشتركوا في القناة رقم به الجهاز العصبي بقول لي فقط طبعا كلمة فقط دي هي اللي خلتها لي غلط الجهاز العصبي له دور في عملية مين في عملية اللي هو الهضم لو احنا فاكرين احنا عارفين طبعا اللي هو القناة الهضمية بتعتبر اللي هي عضلات مين مالساء يعني الانسان ما يقدرش يتحكم فيها برغم كده كان عندي الجهاز العصبي بيتحكم في بعض اللي هي العملية اللي بيتم جواها خلال عملية اللي هي الهضم زي مثلا اللي هي الحركة الدودية فين فيه اللي هي المريء أو اللي هي حرجة مين اللي هي المعدة عشان اللي هي خد وعجن مين الطعام فإذن لها دور بس هنا كلمة فقط هي اللي خلتها لي غلط جهاز الغدد الصماء فقط برضك كلمة فقط ديت برضك هي خلتها لي غلط عشان جهاز اللي هو الغدد الصماء ده بيفرز من اللي هو الغشاء اللي هو المخاطي المبطل للقناة الهضمية وده بيحتوي على اللي هي بعض الغدد اللي هي تفرز حاجة اسمها اللي هي العصارات مين اللي هي الهضمة نخلي بالن ان مجموعة اللي هي الهرمونات اللي هي بتعمل على تنشيط اللي هي اغودة دالية القناة الهضمية بتبدأ تفرز اللي هي الانظمات مين اللي هي الهضمة يعني ناخد مثال طبعا الكلام ده ان شاء الله سنجاي علينا بالتفصيل عندنا مثال على الكلام ده اللي هو هرمون بسميه هرمون اللي هو الجسترين الهرمون ده بيفرز منين من المعدة وده بيبدأ يتنقل عن طريق الدم هيروح المين للمعدة مرة تانية علشان يبدأ ينبه علشان تفرز اللي هو العصير مين اللي هو المعدي عندنا مثلا هيرمون بسمية سيكرتين وهيرمون اللي هو الكولسيستو قينين الهيرمونين دولة نواب يفرزوا منين من اللي هي الأمعاء علشان يتنقل عن طريق الدم يروح المين للبينكرياس علشان يخليها تفرز مين العصارة ايه البينكرياسية معنى كده ان الجهاز الغضد الصماء في عملية الهضم بس كلمة فقط دي هي اللي خليتها ليه غلط رقم دال الجهاز العصبي وجهاز الغضد الصماء طبعا الاتنين مع بعض فاصبح لهم دور وبالتالي نختار مين رقم ايه رقم دال اي مما يلي يعتبر صحيح بالنسبة للخلية العصبية عاوزين حاجة صح بالنسبة للخلية العصبية رقم الف تحتوي على جسم مركزي هاري الكلام ده صح طبعا لا ما عندهاش جسم مركزي وبالتالي لا تستطيع اللي هي الانقسام فيزن دي غلط لها القدرة على الانقسام احنا لسه بنقول هي ما عندهاش مين جسم مركزي ما عندهاش سنتروسومي يعني ليس لها القدرة على الانقسام فاذا اصبحت ايه غلط رقم جيم تحتوي على نواة طبعا دي صح وبالتالي دي الاجابة لا تحتوي على الميتوكونديريا طبعا ايه بتحتوي على مين على الميتوكونديريا فاصبحت غلط ماذا يحدث اذا اصيب شخص بمرض مناعي يدمر الغلاف المياليني للخلية العصبية فاصر ايجابتك احنا عارفين طبعا اللواء غلاف الميالين بيؤدي الى سرعة مين نقل السيال العصبي طب دلوقتي هنا الشخص ده اصيب بمرض ضمر مين ضمر اللواء الغلاف اللي هو الميالين ايه اللي يحصل اقول له تقل سرعة نقل السيال العصبي لان مادة الميالين مادة عازلة تعمل على زيادة العصبي عبر عقد رنفية اي الاختيرات بالجدول التالي يعبر عن الاتصال بين اجزاء الخلايا العصبية بالجهاز العصبي المركزي اول حاجة عندنا كده اللي هي النهايات العصبية للخلايا وديت بالزوائد الشجيرية للخلايا وهنا مديني ايه مجموعة من الاختيرات رقم الف عندنا بقول النهايات العصبية للخلايا الحركية تعالوا نبص على رأس ما كده عشان نفهم افضل طبعا اللي قدامنا دي هتنواع عبارة عن تلات انواع من اللي هي الخلايا اول نوع عندنا اللي هي الخلايا اللي هي العصبية اللي هي الحسية وطبعا دي المهمة الرئاسية بتاعتها بتبدأ تنقل اللي هو المؤسر من اللي هي اعضاء الاستقبال زي الجلدة مثلا كده هتبدأ تلودي مين الى الجهاز العصب مين اللي هو المركزي زي النخاء الشوكي وعند بعد كده اللي هي الخلايا العصبية اللي هي الموصلة اللي هي بتوصل بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية اللي هي الحركية النوع الثلاثة عندنا اللي هي الخلايا العصبية اللي هي الحركية اللي هي قدامنا دي تنواع ودي هتبدأ تنقل اللي هي الصيلات العصبية من الجهاز العصب المركزي الى اللي هي مين اعضاء الاستجابة زي اللي هي الغدد او اللي هي العضلات فعنده في أول اختيار عندنا بقول اللي هي النهايات العصبية للخلايا الحركية دي اسمها خلايا حركية خلايا عصبية حركية فين النهايات اللي هي العصبية بتاعتها اللي هي دي قدامي بقول اللي هنا بتتصل بي الزوائد الشجيرية للخلايا الموصلة فين الزوائد الشجيرية للخلايا الموصلة اللي هي قدامي هل دي بتتصل بديت طبعا لا وبالتالي كده رقم قال بالنسبة لنا غلط هناخد رقم به رقم به بيقول لي النهايات العصبية للخلايا الموصلة دي الخلايا الموصلة فين النهاية العصبية بتاعتها اللي هي ديت بقول لي هنا هتصل بين الزوائد الشجيرية للخلايا الحرقية دي الخلايا الحرقية ودي الزوائد الشجيرية وفعلا دي بتصل بديت في إذن الإجابة الصحة رقم مين رقم بيه كده تعال نكمل كده نشوف رقم جيم النهاية العصبية للخلايا الحرقية دي خلايا حرقية فين النهاية العصبية بتاعتها اللي هي ديت بقول لي بتصل بين الزوائد الشجيرية للخلايا الحسية طب دي الخلايا الحسية فين الزوائد الشجرية اللي هي قدامي هل دي بتصل بديت طبعا لا فأصبح رقم جيم غلط تعالوا نشوف رقم ده بالمرة عندنا هنا اللي هي النهايات العصبية للخلايا الموصلة دي الخلايا الموصلة ودي النهايات اللي هي العصبية بتاعتها بقول لي بتصل بين اللي هي الزوائد الشجرية للخلايا الحسية فين الزوائد الشجرية للخلايا الحسية دي الخلايا الحسية ودي الزوائد الشجرية بتاعتها هل دي بتصل بديت طبعا لا فأصبح رقم كمان ده لإيه غلط يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي رقم مين رقم به تعتبر خلايا شوان نوعا خاصا من خلايا الغراء العصبي وتسام في سرعة مرور السيال العصبي ما الخاصية التي تميز هذه الخلايا فأقول لرقم آلف لها القدرة على الانقسام الكلام ده صح بس هنخلي بنا هنا بو بيكلمني على مين بيكلمني هنا على خلايا مين خلايا شوان وبيكلمني كمين على مين على سرعة مرور السيال العصبي هل القدرة على الانقسام له علاقة بالكلام ده طبعا لا ما فيهش اختار ده بالرغم من العبارة صح تعمل عمل النسيق قدام احنا عارفين ان اللي هي خلايا اللي هي الغراء العصبي بيكون لها دور فين في التدعيم يعني دعيمة وبالتالي اللي هو بقول لها صح بس هم ملوش علاقة مين بسرعة مين مرور السيال العصبي موزية للخلايا العصبية العبارة صح بس بردك ملاش علاقة باللي هو بيتكلمني فيه تكون مادة الميالين طبعا دي اللي احنا نختارها طب ليه احنا عارفين طبعا المادة اللي هي الميالين بتفرز من خلايا مين من خلايا شوان والمادة دي هتمادة عزلة وبالتالي هنا بكلها دور انها بتؤدي الى زيادة مين سرعة نقل مين اللي هو السيال العصبي عشان كده اختارنا الرقم مين رقم دي اللي اي مما يلي لا يعد صحيحا بالنسبة للحزمة العصبية يعني عاوزين حاجة غلط رقم الف تشترك في تكوينها محاور الخلايا العصبية طبعا الكلام ده صح احنا عارفين طبعا اللي هي الحزمة العصبية عبارة عن مجموعة من المحاور العصبية رقم بيه تحاض بنفس نوع النسيج الذي يحيط بالعصب طب النسيج اللي هو بيحيط بالحزمة العصبية اسمه نسيج دام وبالتالي ده كمان صح قطرها اكبر من قطر غلاف العصب القطر بتاع الحزمة العصبية اكبر من قطر غلاف العصب ككل طبعا غلط هو اقل من اقل ايه اقل منه وبالتالي ده الغلط اللي احنا مندور عليه طب ليه احنا عارفين العصب عبارة عن مجموعة منين مجموعة من اللي هي الحزمة اللي هي العصبية يعني معنا كده ان اللي هو الحزمة العصبية اللي هو بيكلمنا عليه هدية هنا جزء منين جزء من العصب وبالتالي قطر اللي هو غلاف العصب هو اللي اكبر منين من قطر مين اللي هو الحزمة العصبية طبعا هنا ايه عكس ايه الكلام قضي يصل طولها لنحو متر برضك ايه صح فاصبح الحاجة الوحيدة اللي هي غلطة رقم مين رقم جي تعال نحل مع بعض كده سالة الفصل الخامس الدرس الثاني او السؤال عندما يقوم شخص بمجهود عضلي تزداد معدلات ضربات القلب ومعدلات التنفس واخراج العرق ما الجهاز المسؤول عن تنصيق العمل بين الاعضاء السابقة في جسم الانسان مسؤول عن ايه تنصيق العمل بين الاعضاء ديه طبعا عندنا ضربات القلب اللي ما تزيد المسؤول عنها مين الجهاز الدوري عند هنا معدلات التنفس لما تزيد المسؤول عنها مين الجهاز التنفسي اخراج العرق اللي هو طبعا ده جهاز مين اللي هو الاخراجي مين اللي هينصغ بين كل ده اللي هو مين اللي هو الجهاز اللي هو العصبي اي مما يلي يعتبر الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي خدنا قبل كده الوحدة الوظيفية في الجلد اللي هي الغضة العراقية بعد كده خدنا الوحدة الوظيفية فيه اكليتين وكانت عبارة عن النفرون اما الوحدة الوظيفية للجهاز العصب اللي هي مين اللي هي الخلية العصبية يبقى اللي جابها رقم مين رقم الف عندي مجموعة اللي هي الخلية العصبية مع بعضها بتديني حاجة اسمها اللي هي الحزمة العصبية مجموعة الحزمة العصبية مع بعضها بتديني مين بتديني العصب مجموعة العصب مع بعضها بتديني مين اللي هو الجهاز العصبي خالية الغراء العصبي طبعا دي تنوع من أنواع اللي هي مين اللي هي الخلايا العصبية عند خالية شوان طبعا دي مسؤولة عن ترهوين اللي هي مادة الميالين وطبعا دي بتؤدي إلى سورة ناقل السيال العصبي يبقى اللي جابة صحة رقم مين رقم ألف أي العبارات الائتية صحيحة الخلية العصبية تحيط بها خلية شوان واحدة طبعا غلط الكلام ده هي بيحيط بها أكثر من خلية شوان رقم بيه خلية شوان تحيط بها خلية عصبية واحدة طبعا ده مفروض العكس ده المفروض الخلية العصبية هي اللي بتحيط بمين بخلية مين شوان فأصبحت غلط الخلية العصبية تحيط بها أكثر من خلية شوان طبعا ديها الصح تعالوا نبص على الرأس ما كده ونفتكر طبعا اللي قدامنا دي عبارة عن خلية عصبية بيحيط بها اكتر من خلية شوان دي خلية شوان دي تانية دي تالتة دي ربعة دي خمسة دي ستة دي سبعة وهكذا ومعنا كده الخلية العصبية بيحيط بها اكتر منين من خلية مين شوان خلية شوان تحيط بها اكتر من خلية عصبية طبعا كلام ده غلط هي المفروض الخلية العصبية مين اللي بيحيط بها اللي هي خلية مين خلية شوان اي مما يلي يرتبط بوجوده استقبال التنبيهات العصبية في الخلية العصبية يطر الخلية العصبية هتستابل التنبيهات ازاي جسم الخلية طبعا صح النهايات العصبية لا طبعا ده دية انها اكون اخر حاجة في الخلية العصبية هيخرج من خلالها مين اللي هي التنبيهات العصبية فاصبح دي بالنسبة لنا كده غلط الزواد الشجيرية صح النهايات العصبية لساينين انها غلط جسم الخلية صح الزواد الشجيرية صح يبدأت الإجابة محور الخلية طبعا محور الخلية بياخد اللي هي التنبيهات العصبية منين من جسم الخلية فأصبح ده كده غلط النهايات العصبية دي هكون آخر حاجة في الخلية العصبية علشان يخرج من خلالها مين اللي هي التنبيهات العصبية فأصبحت غلط يبقى الصح رقم مين رقم جيم تعالي نفتكر مع بعض كده دي عبارة خلية عصبية بتستابل غير التنبيهات العصبية عن طريق أول حاجة اللي هي الزواد اللي هي الشجيرية بعد كده اللي هيساعدة فيها لها مين جسم الخلية بعد كده التنبيهات العصبية هتبدأ تتنائل عبر عقل دران فيه يعني عبر اللي هو المحور وبعد كده آخر حاجة فيه الخلية العصبية اللي هي مين اللي هي النهايات مين اللي هي العصبية إثناء تشريح جسم إنسان وجد مكون للجهاز العصبي طوله يزيد عن 95 سنتيمتر ماذا يرجح ان يكون هذا الامتداد يا ترى جسم الخلايا العصبية هل جسم الخلايا العصبية طوله 95 سنتي طبعا غلط محور الخلايا العصبية طبعا ده الصح عندنا يبقى الاجابة لو مين محور الخلايا العصبية خالية اللي هي الغراء اللي هي العصبي طبعا غلط علشان خلايا الغراء العصبي طبعا ده نوع من اللي هي الخلايا ضن مقونات مين اللي هو النسيج اللي هو العصبي وطبعا متتميز بقدرتها على الانقسام زائدة شجيرية لي خلية عصبية برضا غلط بس صح اللي هو رقم مين رقم بي اي مما يلي يعد صحيح بالنسبة لخصائص الخلية العصبية اعوزين خصائص الخلية العصبية حاجة صح اول حاجة لها القدر على الانقسام ما احنا عارفين خلية العصبية لا تحتوي على مين على سنترسوم عنداش جسم مركزي يعني ليس لها القدر على الانقسام فاصبحت غلط تحتوي على حبيبات نسل اثناء نشاطها اثناء ايه اثناء اللي هو نشاطها هل الكلام ده صح والغلط طبعا غلط تمام لان اثناء النشاط بتختفي مين حبيبات مين اللي هو ايه نسل تحتوي دائما على عقد رم في لا طبعا مش شرط انا عندي هنا في بعض اللي هي المحاورة العصبية بتحتوي على الغلاف المياليني تمام وبالتالي هنا هتحتوي على مين على عقد رم في وبعض اللي هي المحاورة العصبية لا تحتوي على اللي هي مادة الميالين وبالتالي هنا مفهاش مين عقد مين رنفية رقم دال قد تعود الأجزاء المقطوعة في محاورها طبعا دي الإجابة الصح نحن عارفين طبعا من ضن خصائص اللي هي خلايا اللي هي الغراء العصبي إنها إيه؟ إنها معوضة إنها إيه؟ معوضة يعني إيه معوضة؟ يعني هي تساهم في تعود اللي هي الأجزاء المقطوعة في بعض أجزاء منين من اللي هي المحاور بتاعتها فيها شكل مقابل ما اتجاه انتقال السيال العصبي اللي قدامنا اللي هو الويضة عبارة عن اللي هو جسم الخلية جسم الخلية وعند ده اللي هو عبارة عن اللي هي التفرعات الشجيرية وعند اللي هو الـ X ده اللي هو عبارة عن النهايات العصبية طبعا احنا عرفنا منين؟ ما لاتنين شكل بعض أنا عندي هنا اللي هي النهايات العصبية بتحتوي على داوير اللي احنا شايفنا اللي هي القوار ديتنا اللي احنا هناخدها بعد كده حاجة اسمها الأزرار يبقى دايما النهايات العصبية بتحتوي على ايه حاجة اسمها ايه ازرار يبقى دي اسمها ايه نهايات مين العصبية واحنا لسا قاعدة بتاعتنا دلوقتي ان دايما اتجاه انتقال السيالة العصبي هيتم عن طري مين التفرعات الشجيرية بعد كده هيصل لمين الى جسم الخلية ومن جسم الخلية هيبدأ يمشي خلال مين اللي هو المحور عبر عقد رنفيه ثم بعد كده ينتقل في اخر حاجة اللي هو مين خلال مين اللي هي نهايات مين اللي هي العصبية يعني الاتجاه بتاعي من Z إلى Y إلى A إلى X يبقى عندي كده من Z إلى Y إلى A إلى X يعني الإجابة رقم مين؟ رقم بي تتميز بعض أجزاء الجهاز العصبي باللون الأبيض أي مكونات الخلايا العصبية ينحصر وجودها بالمناطق البيضاء النيرو بلازم اللي هو عبارة عن السايت بلازم بتاع الخلايا العصبية طبعا لا خلايا شوان طبعا دي الإجابة الصح لو احنا فاكرين خلايا شوان كبكو مادة بيضاء اللي أنا بسميها اللي هي الميالين وطبعا دي لونها إيه؟ لونها أبيض زي ما هو قال لي تمام؟ وطبعا دي لونها بيكون في مسافات معينة مش موجودة فيها اللي أنا بسميها عقد مين؟ عقد رنفية بيبدأ يتنقل عن طريق مين؟ اللي هو مين؟ السيال العصبي طبعا اللي هي المادة اللي هي المالين دي لونها بتؤدي مين إلى سرعة نقل السيال العصبي الزواد الشجرية طبعا غلط حبيبات نسل إيه؟ غلط احنا طبعا حبيبات نسلة واحنا فاكرين دي عبارة حبيبات دقيقة موجودة فين في الخلية العصبية بس وطبعا ديها العلماء بيقولوا ان ديها عبارة ايه غزاء ايه مضخر بتبدأ هنا الخلية بتستهلكوا اثناء ايه نشاط بتاحها اي العبارات التالية صحيحة عن الخلية العصبية تختلف الزواد الشجيرية عن التفرعات النهائية للخلية العصبية ايه رأيكم صح والله طبعا صح وزي الفل انا عند الزواد الشجيرية المهمة الرئيسية بتاعتها لاستقبال مين اللي هي التنبيهات العصبية اما اللي هي النهائية اللي هي تفرعات اللي هي النهائية دي بيكون اخر حاجة في الخلية العصبية هتاخد تنبيهات من المحاور ثم بعد كده تبدأ تنقلها المين للخلية العصبية ايه المجاورة رقم بيه يتكون غامد الميالين من خلية عصبية الغامد يطرى بيكون من اللي هي خلية عصبية طبعا الكلام ده غلط ده اللي هو الغامد ده بيكون عبارة عن مادة دهنية بيضاء بسمها مادة مين اللي هو الميالين بتتكون عن طريق مين عن طريق اللي هي خلايا شوان تنقسم نواة الخلايا العصبية طبعا لا الخلايا العصبية قلنا لا تحتوي على سنتروسوم يعني ليس لها القدر على الانقسام ينتقل السيال العصبي خلال اللي هو الغامد اللي هو النخاعي طبعا غلط علشان الغامد النخاعي للسائلين ده عبارة عن مادة دهنية بيضاء مادة عزلة وبالتالي هنا السيال العصبي يتنال عبر مين؟ عبر عقد ايه؟ رنف ايه؟ وبالتالي الصحة رقم مين؟ رقم الف الشكل المقابل يوضح سلاس خلايا عصبية لها نفس طول المحور اي الاختيارات التالية يمثل ترتيب هذه الخلايا من الابطأ الى الاسرع نقلا للسيال العصبي لو احنا فاكرين ان وجود اللي هو طابعة اللي هي الميالين بيؤدي الى سرعة نقل السيال العصبي احنا دلوقتي عايزين نبدأ من الابطأ يعني هنتدور على الخلايا اللي هي المحور بتاعتها ما عنداش مين؟ ما عنداش مادة الميالين؟ ما عنداش خلايا شوان زي ما احنا شايفين طبعا الخلايا رقم اتنين مفيش اي خلايا شوان عندها وبالتالي هنبدأ برقم كام؟ هنبدأ برقم اتنين اللي هيجي بعدها كده اللي هو في السرعة اللي هو مين؟ رقم مين؟ رقم واحد علشان هنا مفيش حوالي ادو واحد اتنين تلاتة اربعة خلايا ايه شوان فقط إنما طبعاً هيكون أسرع واحدة في النقل اللي هي مين رقم مين ورقم ثلاثة علشان هنا فيه العديد من خلايا شوان وبالتالي هنا هيكون فيه مادة اللي هي الميالين موجودة بدرجة أكبر وبالتالي دي هيكون أسرع واحدة فيه نقل السيال العصبي يبقى الأبطاء اثنين ثم واحد ثم كام ثم ثلاثة اثنين واحد ثلاثة يعني نجاب رقم مين ورقم دال ما الخلايا التي تنقل السيال العصبي من الجهاز العصبي الطرفي إلى الجهاز العصبي المركزي رقم ألف الخلايا العصبية الحسية طبعا ديت هي الإجابة الصحة عندنا رقم بيه الخلايا طبعا المهمة اللي هي الخلايا العصبية الحسية اللي احنا فاكرين نقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصب من المركزي رقم بيه الخلايا العصبية الحركية طبعا دي المهمة الرئيسية بتاعتها نقل السيالات العصبية من الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة من أعضاء الاستجابة اللي هي الغدد أو العضلات الخلايا العصبية الموصلة طبعا دي المهمة الرئيسية بتاعتها انها بتربط بين الخلايا اللي هي العصبية الحسية والخلايا العصبية مين الحرقية خلايا الغراء العصبي طبعا ديات لها مهم تانية زي اللي هي تدعم الخلايا العصبية او انها بتعزل بينهم او بتغزية مين الخلايا العصبية او تعويض بعض الاجزاء اللي هي مقطوعة او ربط مين الالياف العصبية فاصبح ديات ايه غلط يبقى الصحة رقم مين رقم الف يبقى عندنا المهمة الرئيسية له 들 الخلايا العصبية الحسية إنها تبدأ تنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال مثل الجلد أو العين أو الأزن ستبدأ هنا التنقل السيالات العصبية وتعودها إلى الذي هو الجهاز العصب والمين هو المركزي الذي من ضنها المين هو النخأ والشوكي أي مما يلي يمكن أن تربط بينهما الخلايا العصبية الحسية احنا لسه يلين الخلايا العصابي الحسية بتغربط بين اللي هي اعضاء الاستقبال والجهاز العصابي المركزي تعال نشوف الاختيارات رقم ألف المخ بالعضلات طب المخ ده جهاز عصابي المركزي والعضلات ديت اللي هي عضو مين عضو الاستجابة طبعا اللي بيقوم بالكلام ده مين اللي هي الخلايا العصابية الحركية اللي هي المهمة الرئاسية بتاعتها ونقل السيالات العصابية من الجهاز العصابي المركزي اللي هو المخ يعني الى احد اعضاء الاستجابة اللي هي من ضنامين اللي هي العضلات ومتل اده غلط رقم بيه اعضاء الحس بيه اللي هي العضلات هل في عصب بيصل بين اعضاء الحس بالعضلات لا طبعا هي مفروض اعضاء الحس بمين بيه اللي هو الجاز العصب المين المركزي فاصبح ده كمان غلط رقم جيم عضو حسي باخر حسي برضه غلط رقم ده الاعضاء الحس بيه اللي هي المخ طبعا دي اللي جابه الصح احنا قلنا المهمة الرئيسية بتاعة اللي هي الخلالة العصبية الحسية اللي هي نقل السيالات العصبية من اعضاء اللي هي الاستقبال اللي هي اعضاء الحس يعني الى مين الى المخ اللي هو الجهاز العصبين المركزي اي مما يلي يمثل مصار انتقال السيالة العصبي من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى من خلية عصبية الخلية العصبية ايه اللي هي واحدة تانية مجاورة لها تعالوا نشوف كده الاختيارات اول حاجة الزواد الشجيرية الى اللي هي التفرعات اللي هي النهائية احنا عاوزين دلوقتي خلايا عصبية وفي خلايا عصبية تانية ايه بجوارها يطرع يتنالم فين طبعا هنا عشان يتنالم من اول خلايا عصبية مفروض يطلع من اخر مكان فيها تعالوا نبص على رأس ما كده عشان نفهم افضل طبعا دي عبارة خلايا عصبية الخلايا العصبية اللي هي قدامنا دي تنوعها تبدأ تستقبل اللي هي بعد كده هتبدأ تنتقل اللي هي السهلات العصبية عبر عقق دران فيي يعني خلال اللي هي المحاور اللي هي العصبية الى ان تصل في النهاية المين الى اللي هي النهايات العصبية يبا دي اتأول خلايا عصبية يبا الخلايا العصبية الاولانية لازم ابدأ بمين بالنهايات مين اللي هي العصبية طبعا يكون في خلايا عصبية تانية مجورة لها الخلايا العصبية التانية اللي هي مجورة لها هتبدأ تستقبل مين اللي هي التنبات العصبية من الخلية العصبية دي تنوعها عن طريق مين بقى عن طريق اللي هي الزوائد مين الشجيرية يبقى لازم الخلية التانية يكون فيها ايه بدايتها الزوائد الشجيرية تعال ندور على الإجابة دي اول حاجة عند اللي هي الزوائد الشجيرية احنا قلنا طبعا دي هي تنوع الزوائد الشجيرية المفروض في الخلية العصبية التانية انما اول خلية عصبية لازم نبدأ بمين نبدأ به اللي هي التفرعات اللي هي النهائية فأصبح ده غلط عند زواد شجيرية برضه غلط تفرعتنا هي صح تفرعتنا هي صح قلنا الخلايا العصبية اللي هي تالية هتستقبل اللي هي التنبيهات العصبية اللي هي جاي من أول خلايا عصبية اللي الخلايا العصبية التانية هتستقبلها عن طريق مين عن طريق اللي هي الزواد الشجيرية هنا بقول لتفرعتنا هي أصبحت غلط هنا زواد مين شجيرية أصبحت صح يبال إجابة الصحة رقم مين رقم دال ما الدور الذي تقوم به خلايا الغراء العصبي الموجودة بين الشعيرات الدموية والخلايا العصبية تدعيم تغذية تعويض الربط كل دية وظائف مين خلايا الغراء العصبي بس هنا مركز في السؤال كده الموجودة بين الشعيرات الدموية لو احنا فاكرين في النص الاولاني ان مهمة الشعيرات الدموية انها بتصل اللي هي المواد الغذائية الى كل خلايا في الجسم بتوصل الاكسوجين الى كل خلايا من الجسم وكمان التخلص منين من بعض اللي هي الفضلات من اللي هي الخلايا يبقى مهمة الشعارات اللي هي الدموية اللي هي عملت مين عملت اللي هي التغذية وبالتالي نختار مين اللي هي رقم به اللي هي عملت مين اللي هي ايه التغذية على اساس ان خلايا الغراء العصبي موجودة بين مين الشعارات ايه الدموية اي من ما يأتي يعد صحيح بالنسبة لخلايا الغراء العصبي يعاوزين حاجة صح يطرق الصح اللي عندنا تعلان بص كده مع بعض نوعا من اللي هي الخلايا اللي هي العصبية هي طبعا من ضمن مكونات مين اللي هو النسيج مين العصبي وليست خلايا عصبية نسيج عصب وليست خلايا مين عصبية تقوم بنقل السيالة العصبي هل خلايا الغراء العصبي هي اللي بتنقل السيالة العصبي طبعا غلط اللي بينقل السيالة العصبي اللي هي مين اللي هي قلنا اللي هي الزواد الشجيرية بيستقبل اللي هي التنبيهات وجسم الخلية ويبدأ يتنال عبر محاور الخلية ثم ينتهي بنهايات العصبية ولا يساعد في سورة نقل السيالة العصب اللي هي مين اللي هي مادة الميالين إنما أصلا خلال غراء العصبي لا تقوم بنقل مين السيالة العصبي تعتبر من مكونات اللي هو النسيج اللي هو مين النسيج اللي هو العصبي طبعا دي الإجابة الصحة زي ما احنا دي السألين إنها بتعتبر ايه من مكونات النسيج مين اللي هو ايه العصبي وطبعا بتتميز بقدرتها على ايه على الانقسام ليس لها القدر على الانقسام ده احنا لسه منقول ان لها القدر على ايه على الانقسام ادرس الشكل الذي يمامك ثم استنتج اي مما يلي يقوم بوظيفة الربط بين خلايا هذا النسيج اعاوزين ايه الربط بينهم تعالوا انبصوا كده الاشكال عندي طبعا ديات عبارة مين عبارة عن وعاد اموي وعند هنا ديات عبارة خلايا عصبية وديات خلايا عصبية تانية عندي هنا الخلايا اللي هي طبعا اللي قدامنا ديت اللي هي اللونها أخضر ديت دي عبارة عن خلايا الغراء اللي هي العصبي بس ده عبارة ايه وعاء دموي وده عبارة عن مين عبارة عن خلايا عصبية يبقى هنا وظيفة هنا خلايا الغراء العصبي اللي هي ايه عملية مين اللي هي التخزية ليه احنا لسا ألين لوعية دموية تحتوى على الدم ومن ضمن وظيفة الدم اللي هي مين عملية مين اللي هي التخزية يبقى الرقم واحد ده مهمتها مين اللي هي التخزية الرقم باثنين هنا مشاور على مين على جسم الخلايا العصبية الرقم ثلاثة دي عبارة عن خلايا مهمة بتاعتها طبعا دي خلايا من خلايا اللي هي الغراء العصبي المهمة الرئاسية بتاعتها هنا ايه الرابط لانها بتربط بين خلايا عصبية وخلايا عصبية ايه اخرى تعالوا نشوف كده الاختيرات فهنا بقولي هنا يقوم بوظيفة مين الرابط احنا اتفانا مين رقم مين رقم ثلاثة هي اللي بتربط بين خلايا عصبية وخلايا عصبية ايه اخرى وبالتالي نختار رقم مين رقم ثلاثة اي مما يلي يقوم بتخزية خلايا هذا النسيج ما احنا لسه هالين احنا قلنا رقم واحد هي اللي تقوم بمين اللي عملية مين التخزية على اساس ان ده وعاء ايه دموي وقلنا من ضن وظائف اللي هي الوعاء الدمو اللي هي عملية مين اللي هي ايه التخزية وبالتالي نختار مين رقم مين رقم واحد احنا عارفين طبعا فيه مهمة تانية اللي هي خلايا اللي هي الغراء العصبي اول حاجة قلنا اللي هي عملت مين اللي هي التدعيم عشان بتعمل اللي هو عمل مين النسيج الضم عشان كده بسمها داعمة كمان بتعمل اللي هي كعازل بين الخلايا العصبية وبعضها بسمها عزلة وكمان بتقوم بتغذية مين اللي هي الخلايا العصبية فعشان كده بسمها مغزية وكمان بتسام في تعويض مين اللي هي بعض الاجزاء اللي هي مقطوعة في بعض الخلايا العصبية فعشان كده بسمها معوضة وكمان بتربط بين اللي هي الالياف العصبية وبعضها هي والبعض فعشان كده بسمها هي إيه اللي هي الرابط أي مما يالي يقوم بتغذية الخلايا العصبية عملية مين عملية التغذية أول حاجة حبيبات نسلس طبعا صح لو إحنا فاكرين حبيبات نسلس طبعا دي عبارة عن حبيبات دقيقة موجودة في جسم اللي هي الخلايا العصبية والعلماء بيعتقدوا أنها عبارة عن غزاء مضخر بتستهلكوا اللي هي الخلايا أثناء النشار بتاعها الحاجة الثانية اللي هي النيروليما طبعا ده اللي هو الغشاء العصبي اللي هي عبارة طبقة رقيقة بتغلف مين اللي هو الغمد مين النخاعي من الخارج طبعا دي ملاش علاقة فأصبحت اللي عبارة غلط خلايا الغراء العصبي طبعا صح علشان من ضن مهام خلايا الغراء العصبي عملية مين عملية اللي هي التخزية تمام إنما الميتوكنداريا غلط علشان دياية المهمة الرئاسية بتاعتها اللي هي مراكز انطلاق الطاقة فيها الخلايا حواربات نسل صح خلايا الغيراء العصب صح فأصبحت ديها الإجابة الميت كونداري اللي سألين إن هي غلط النير وليما غلط فأصبحت العبارة غلط ماذا يمثل العصب أول حاجة زايدة شجيرية عصبية طبعا غلط محاور استوانية غير مغلفة محاور استوانية إيه غير مغلفة طبعا الكلام غلط علشان العصب بيكون إيه مغلف بيه اللي هو نسيج دام مجموعة من الألياف العصبية المغلفة طبعا ده الصح عندنا هل سألين عبارة عن مجموعة من الحزم العصبية ومجموعة الحزم العصبية بيكون مغلفة به نسيج دام وكمان بيحتوي على مين علاء وعيدة موية تجمع على أجسام الخلايا العصبية للأجسام ولا للمحاور المفروض المحاور فأصبحت العبارة إيه غلط أي التركيب التالية يؤدي غيابه إلى تقليل سرعة نقل السيال العصبي خلال الخلايا العصبية المقابلة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة طبعا ده عبارة عن خلايا عصبية رقم واحد ده مشاور على اللي هي التفرعات الشجيرية عندي ده عبارة عن جسم اللي هو الخلية وطبعا بيحتوي على مين على اللي هو النواة واللي هو النيروبلازم وهو حبيبات مين اللي هي نسل هنا بدأ ياخد اللي هو الجزء ده وبدأ يكبره فانا عندي اللي هو رقم اتنين ده عبارة عن خلايا شوان ورقم تلاتة ده عبارة عن اللي هو محور الخلايا العصبية ورقم اربعة ده عبارة عن اللي هي نهايات العصبية لو احنا فاكرين رقم اثنين اللي هي خلايا شوان كمنظر اللي هي مهمة اللي هي خلايا اللي هي شوان بيكون مادة بيضاء بيسميها مادة مين اللي هي الميالين والمادة ديت مادة اللي هي دهنية المادة ديت انها وجودها بيؤدي الى سرعة نقل مين السيال ايه العصبي وبالتالي هنا لما تغيب اللي هي خلايا شوان اللي هي رقم اثنين يعني يعني اللي جابه رقم مين رقم اثنين هيؤدي الى عدم تكون مادة مين اللي هي الميالين وبالتالي هنا هيكون فيه بطء فيه نقل من السيال العصبي أي مما يلي تتوقع غيابه بعد بازل الخلية العصبية للنشاط عالي النيرو بلازم طبعا ده عبارة عن سيتو بلازم الخلية العصبية مالوش علاقة الميتو جنديريا طبعا دي مراكز انطلاق التكافي الخلية مالوش علاقة طبعا حبيبات نسلة طبعا دي الإجابة احنا قلنا حبيبات نسلة دي عبارة حبيبات دقيقة موجودة في جسم الخلية العصبية فقط والعلماء بيعتقدوا أن هي عبارة عن غزاء مضخر الخلية العصبية بتبدأ تستهلكه لما الإنسان يبزل اللي هو نشاط عقلي يعني فيه تفكير كتير رقم ده الأقسام جولجي طمعاً إيه غلط عشان دي بيكون لها وظيفة إيه إفرازية ما جزء الخلية العصبية الذي يقوم بنقل السيال العصبي بعيداً عن جسم الخلية خلاش وأن المهمة الرئيسية بتاعاتها اللي هي تكوين مادة اللي هي الميالين والمادة دي هي اتمادة دهنية أي بيضاء بتؤدي لسرعة نقل السيال العصبي الزوائد الشجيرية أو الزائد الشجيرية دي المهمة بتاعتها استقبال اللي هي التنبيهات العصبية علشان تدخلها إلى جسم الخلية النهاية العصبية طبعاً دي الإجابة دي اللي هتبدأ تأخذ اللي هي السيال العصبي بعيداً عن مين عن جسم الخلية علشان تبدأ تنقلها إلى الخلية العصبية اللي هي المجاورة خلال اللي هي منطقة مينة تشبكه العصبي الانتفاخ العصبة طبعا مغلط التصالب المتعدد هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي يقوم فيه الجهاز المناعي بتدمير خلايا شوان ماذا ينتج عن هذا المرض إلا يحصل تدمير خلايا شوان وإحنا للسائلين خلايا شوان مهمتها تكوين مادة بيضاء دهنية بسمها مادة مين الميالين وجود مادة الميالين بيؤدي لسرعة ناقل السيال العصبي معنا كده هيحصل العكس تعالوا نشوف الاختيرات فأقول رقم ألف زيادة سرعة السيال العصبي هل هي يزداد ولا يبدأ يكون فيه بطء طبعا يكون فيه ايه في بطء توقف انتقال السيال العصبي طب لما سألك سؤال المحاور الخلايا العصبية اللي هي ما عنداش أصلا اللي هي مادة الميالين هل مش هيحصل فيها انتقال السيال العصبي طبعا هيتنقل إنما كلمة توقف دي غلط هيتنقل بس هيكون ايه أبطأ من اللي هي عندها ايه مادة مين اللي هي ميالين عدم انقسام الخلايا العصبية كده كده أصلا الخلايا العصبية لا تنقسم لعدم احتواءها على مين على جسم مركزي أو سنتروسوم تقليل سرعة السيالة العصبية طبعا دي اللي جابها صح نتيجة ان اتضمرت خلايا شوان وبالتالي هنا مش هيكون مادة مين الميالين وبالتالي الكلام ده هيؤدل ايه إلى تقليل سرعة مين السيالة العصبية مع وظيفة التركيبين رقم ثلاثة ورقم اربعة تعالى بسخد على الرسم قدامنا عندي هنا رقم ثلاثة اللي هو بيسألنا عليها دي عبارة عن النقطة اللي هي جوا دي دي عبارة عن حبيبات نسل تمام فهنا بقول له اول حاجة اللي هي الوظيفة بتاعتهم ايه فعندنا زي ما احنا عارفين حبيبات نسل دي عبارة عن غزاء مضخر بتستهلك الخلايا العصبية اثناء اللي هو النشاط بتاعها تمام دي اول حاجة عندنا الحاجة التانية رقم اربعة رقم اربعة اللي هي عبارة عن خلايا شوان خلايا شوان بتفرز اللي هي مادة بيضاء بسميها اللي هي مادة اللي هي الميالين والمادة دي زي ما احنا عارفين مادة عزلة المهمة الرئيسية بتاعتها بتؤدي الى سرعة نقل السيال العصبي لانها مادة عزلة زي ما احنا بنقول وبالتالي هنا السيال العصبي هي اتناقل عبر مين عبر عقد ايه رم فيها ما العضيات الخلوية التي لا توجد في التركيب رقم واحد يا ترى ايه عضيات خلوية مش موجودة في التركيب رقم واحد طيب عندنا رقم واحد اللي هو مين عبارة جسم الخلية عاوزين حاجة هنا مش موجودة فيه لا توجد فيه جوه الخلية او جوه مين اللي هي جسم الخلية العصبية طبعا ما فهاش مين اللي هو الجسم المركزي او بسميه السنتروسوم وبالتالي الخلية العصبية ليس لها القدرة على الانقسام ما الفرق بين التركيبين رقم 2 ورقم 5 رقم 2 اللي هي عبارة عن الزواد الشجيرية ورقم 5 اللي هي عبارة عن مين اللي هي تحت عندها دي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي النهايات العصبية عندنا أول حاجة لما ننقرن بينهم المكان نفسه فين في الخلية العصبية زي ما احنا شايفين عندي اللي هي تفرعات الشجيرية بتتصل بمين بتتصل بجسم الخلية العصبية أما عندي اللي هي النهايات العصبية بتتصل بمين بمحور الخلية العصبية ده المكان طيب الوظيفة لو احنا فاكرين عملية اللي هي نقل السيالة العصبة هيمر ازاي بينتقل عن طريق حاجتين اللي هو اول حاجة التفرعات الشجرية وجسم الخلية معنا كده التفرعات الشجرية المهمة بتاعت هنا هتبدأ تستقبل اللي هي ايه معظم اللي هي التنبيهات اللي هي العصبية تمام هي ومين وجسم الخلية العصبية اما عند اللي هي النهايات العصبية هتبدأ تاخد اللي هو السيالة العصبي وتبدأ تبعد عن مين عن جسم ايه عن جسم الخلية نيجي بعد كده رقم اربعة حدد اتجاه مرور السيالة العصبة في التركيب رقم ستة مع التعليل فين رقم ستة رقم ستة اللي هو اصده مين اللي هو محور الخلية العصبية عموما اللي هو اتجاه اللي هو مرور السيالة العصبة هيبدأ اول حاجة عندنا هنا بالتركيب رقم اتنين ورقم اللي هو واحد يبقى عند اللي هيستقبل اللي هو السيالة العصبة اللي هو رقم اتنين اللي هو عبارة عن التفرعات الشغيرية وكمان رقم مين ورقم واحد تمام طيب بعد كده بيبدأ هنا ينتقل اللي هو عبر مين عبر عقد رام فيه كلام ده لو عند هنا في خلايا شوان موجودة في الخلايا العصبية او ينتقل عبر مين عبر اللي هو محور الخلايا العصبية الى ان يصل في النهاية الامين الى اللي هي النهاية مين اللي هي العصبية ما العلاقة بين خلايا شوان وسرعة السيال العصبي احنا عارفين خلايا شوان بتكون مادة دهنية بيضابة سماها مادة اللي هي الميالين ومادة الميالين بتؤدي الى سرعة نقل من السيال العصبي قارن بين كل من الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية اول حاجة عندنا اللي هي الخلايا العصبية اللي هي الحسية ديت عبارة عن خلايا عصبية بتقوم بنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي أما الخلايا العصبية الحركية عبارة عن خلايا عصبية حركية تقوم بنقل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء من الاستجابة اللي يبتشمل حاجتين اللي هي الغدد والعضلات الأنواع المختلفة من الخلايا العصبية تنقل أنواع مختلفة من السيالات العصبية ما مدى صحة العبارة مع التفسير لما اسألك سؤال هل في ايه احنا عندنا دلوقتي اللي هي بقول لي هنا انواع مختلفة من الخلايا العصبية ما احنا عندنا فيه تلات انواع من الخلايا العصبية فيه عندنا خلايا عصبية حسية خلايا عصبية حركية خلايا عصبية موصلة وبسمها الرابطة هل كل نوع من الخلايا العصبية عندها سيال خاص بيها طبعا الكلام ده غلط عبارة طبعا ايه عبارة ايه عبارة غلط لان عندنا اصلا اللي هو السيال العصبي حاجة واحدة فقط في جميع انواع مين اللي هي الخلايا مين اللي هي ايه العصبية يبقى عندنا السيال العصبي حاجة واحدة فقط هو نوع واحد فقط بينطقل عبر مين عبر اللي هي الانواع التلاتة منين من اللي هي الخلايا مين اللي هي ايه العصبية طبعا بيبدأ هنا بتبدأ الموضوع عن طريق اللي هو استقبال اللي هي مين اللي هي اعضاء اللي هي الاستقبال اللي هي عن طريق اللي هي الخلايا العصبية الحسية بتبدأ تنقل اللي هي المؤثر اللي هو السيالة العصبة من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبة ومين المركزي الجهاز العصبة ومركز بيبدأ يصدر الاستجابة المناسبة وبعد كده بيبدأ يصل الامين إلى اللي هي الخلايا العصبية الحركية عن طريق اللي هي الخلايا العصبية الرابطة أو بسمانة موصلة علشان يصدر الاستجابة المناسبة وطبعا الاستجابة هتتم عن طريق اللي هي الغدد أو عن طريق مين اللي هي العضلات ماذا يحدث في حالة اختفاء خلايا الغراء العصبي من ضمن مكونات النسيج العصبي. خلايا الغراء العصبي اذا ما احنا عارفين لها عدة وظائف ومعنى كده انها تختفي معنى كده الوظائف ديت انهم مش هتبقى موجودة احنا عارفين اول وظيفة اللي هي تدعيم الخلايا العصبية. تمام لانها بتعمل عمل اللي هو النسيج الضام وبالتالي هنا اقول له عدم تدعيم الخلايا العصبية. دي اول حاجة الحاجة التانية عندنا انها بتعمل كعازل بين الخلايا العصبية معنا كده هنا الخلايا العصبية لا يوجد او لا تحتوي على ايه على عازل تمام الحاجة الثالثة عندنا اللي هي تغذية الخلايا العصبية ناكس الكلام اقول له عدم تغذية اللي هي الخلايا العصبية الحاجة الرابعة بتقوم بربط اللي هي الالياف العصبية ايه بقول له عدم ربط اللي هي الالياف ايه العصبية اللي هي المحاور ايه العصبية الحاجة الخامسة عندنا انها بتساهم في تعويض اللي هي الاجزاء المقطوعة في بعض الخلايا العصبية اقول له عدم تعويض اللي هي الاجزاء المقطوعة في بعض الخلايا مين العصبية يبقى خلاصة الكلام هاكس اللي هي الوظائف بتاعت مين بتاعت اللي هي خلايا الغيراء العصبية عشان هنا قال لي ايه اختفال اعلل عند حدوث اصابة في المراكز العصبية فان مكان الجرح يلتأم رغم ان الخلايا العصبية غير قادرة على الانقسام احنا عارفين جسم الخلايا العصبية لا ينقسم لعدم احتواء عالمين على سنتروسوم بس احنا عندنا حاجات تانية هتقدر تعوض للكلام ده اللي هي مين خلايا الغيراء العصب زي ما احنا لسه احنا لسه ايلين ان من ضمن وظيفة خلايا الغيراء العصبية اللي هي تساهم في تعويض الاجزاء المقطوعة في بعض الخلايا مين العصبية يبقى هنا اللو هيقوم بالمهمة ديتنا مين اللي هي خلايا الغيراء العصبية قارن بين الخلايا العصبية وخلايا الغيراء العصبية من حيث الوظيفة والانقسام طب تعالي أول حاجة اللي هي مين اللي هي الوظيفة عند هنا وظيفة اللي هي الخلايا العصبية سواء خلايا عصبية حسية أو حركية أو موصلة إيه مهمة بتاعتها والله لو خلايا عصبية حسية معنا كده هتاخد المؤسرة والسيالات العصبية من اللي هو أعضاء الاستقبالة تودين مين لإلى الجهاز العصبي المركزي تمام طب لو هي حركية أو موصلة هتاخد اللي هو الاستجابة المناسبة وتبدأ تودها المين إلى اللي هو مين عضو الاستجابة سواء غدة او ايه او عضلة اما بالنسبة ليه وظيفة اللي هي خلايا الغراء اللي هو العصبي او الوظيفة عندنا بتقوم بتدعيم الخلايا العصبية لانها تعمل عمل اللي هو النسيج الضام دي او الحاجة الحاجة التانية بتعمل كعازل بين الخلايا اللي هي العصبية الحاجة بعد كده رقم تلاتة بتقوم بتغذية مين الخلايا اللي هي العصبية الحاجة الرابع عندنا بتربط اللي هي الالياف العصبية ببعضها اللي هي المحاور تمام لعشان تكون لمن اللي هي الحزمة العصبية اخر حاجة عندنا رقم خمسة بتسام في تعويض اللي هي الاجزاء اللي هي مقطوعة في بعض الخلايا العصبية. ناخد الحاجة التانية عندنا للانقسام. هل الخلايا العصبية لها القدرة على الانقسام? طبعا لا. يبقى عند الخلايا العصبية لا تستطيع ايه الانقسام لعدم وجود اللي هو الجسم المركزي او اسميه السنتروسوم. اما اللي هي خلايا اللي هي الغراء اللي هي العصبي لها القدر على ايه? على اللي هي الانقسام وتعويض اللي هي الاجزاء اللي هي مقطوعة في بعض الخلايا العصبية. فسر يختلف دور كل من الخلايا العصبية الموصلة وخلية الغراء العصبي فيها القيام بوظيفة اللي هي الربط. طبع عندنا اول حاجة اللي هي الخلايا العصبية مين اللي هي الموصلة? الخلايا العصبية الموصلة المهمة بتاعتها هتوصل بين نوعين من الخلايا. اول نوع عندنا اللي هي الخلايا اللي هي العصبية الحسية والنوع الثاني اللي هي الخلايا اللي هي الحرقية يبقى هتربط بين مهمة الاتنين أما اللي هي خلايا اللي هي الغراء اللي هي العصبي هتربط اللي هي الألياف اللي هي العصبية ببعضها تمام علشان تكون مين عشان تكون اللي هي الحزمة العصبية اللي هي بيكون بعد كده منها مين اللي هو العصب تعالى نحل مع بعض كده أسألة تقييس مستوى التفكير العليا من الشكل المقابل إذا حدث قطع لمحور الخلايا العصبية عند موضع السهم يبقى عند المكان ده حصل ايه قطع فين في المحور بتاع الخلية ماذا تتوقع ان يحدث يا طرق اللي يحصل اول حاجة تموت الخلية العصبية طب هل القطع ده جيه يامت اللي هو جسم الخلية لا طالما هنا ما جاش يامت جسم الخلية العصبية الخلية العصبية تنها حية يعني مش هتموت وبتلد غلط رقم بيه يتجدد الجزئان الف و بيه ده الف طب الف صح طب بيه اللي هو مين جسم الخلية فيها الجد التاني طبعا الكلام ده غلط علشان ينتج خليتين عصبيتين جديدتين طبعا الكلام ده ايه غلط اللي هي الجدد فقط اللي هو مين اللي هو ايه الف انما طبعا اللي هو بيحتوي على جسم الخلية ايه لا يتجدد رقم جيم يتحلل الجزء الف وقد يعيده وقد يعيد تجديده الجزء اللي هو به ايه رأيكم طبعا ده صح عندنا يبقى عندي هنا الجزء اللي هو حصل فيه قطع ده هيبدأ يتحلل وبعد تحلله اللي هو الجزء اللي هو جسم الخلية العصبية اللي هو بيحتوي على النواة اللي هي مركز النشاط الخلية هيقوم بعادة مين اللي هو الجزء ايه اللي هو حصل له ايه تلف ده وبالتالي الكلام ده صح رقم دال يتحلل اللي هو الجزء الرقم به اللي هو فيه جسم الخلية وقد يعيده وقد يعيد تجديده الجزء اللي هو رقم الف طبعا الكلام ده غلط ده مفروض العكس انا عندي دايما اللي هو جسم الخلية هو اللي بيحتوي على مين على النواة والنواة زي ما احنا عارفين هي مركز نشاط ايه الخلية النواة لو حصل فيها اي تلف هنا اصبحت الخلية ايه الخلية اصبحت خلية ميتة الرسم البيانة مقابل يوضح سرعة نقل السيالة العصبي لمحوري خليتين عصبيتين تعرضت لنفس المؤسر يبقى هما الاتنين نفس المؤسر نفس قوة المؤسر زي ما احنا شايفين اي مما يلي يمكن استنتاجه عبر المنحنيين ايه وبيه تعالوا نبص على شكل كده عندنا ده الزمن عندنا دي الاستجابة المؤسر هما الاتنين نفس القوة هما الاتنين نفس الاستجابة لما اجاب بص كده على اللي هو الخلية العصبية اللي هي المنحانة اللي هو ايه هلاقيها من اول هنا لحد هنا يعني الجزء ده تمام لما اجاب بص على اللي هو البي هلاقيه من اول هنا لحد هنا يعني كل ده طب لما سألك هنا اللي هو بالنسبة للايه زي ما احنا شايفين خد زمن هنا ايه اقل طالما هنا خد زمن اقل معنى كده اللي هو الاي ده هكون عبارة عن محور خلية عصبية مغلفة. يبقى الاي ديت هكون ايه? مغلفة بمادة الميالين. بدليل هنا حصل نقل للسيالة العصبية ايه بسرعة. اما اللي هو البي زي ما احنا شايفين خدت وقت طويل معنى كده اللي هي محور خلية العصبية اللي هي بيه هيكون غير مغلفة غير مغلفة علشان كده خدت ايه وقت ايه وقت اطول. تعالوا نشوف اللي يماشي معنى. رقم الف. ايه لمحور مغلف بالميالين زي ما احنا قلنا? علشان خد فترة زمنية ايه قصيرة. واحنا عارفين مادة الميالين بتؤدي الى سرعة نقل السيالة العصبية. فكلام ده صح. البي لمحور غير مغلف زي ما احنا للسائلين قلنا والله هنا الوقت هنا اطول وبالتالي ان ده هيكون ايه غير مغلف وبالتالي الاجابة صح رقم اللي هو رقم مين? رقم الف. رقم بيه? البي لمحور مغلف بالميالين? لا ده مفروض العكس. والايه لمحور غير مغلف? هو انها طبعا يبدل الاجابات مع بعضها. رقم جيم. الايه لمحور خلية حسية? والبي لمحور خلية حركية? هل الشكل اللي قدام هنا بيدل على حسية او حركية? طبعا غلط. علشان هنا في السؤال اصلا بيسأل نعلمين على سرعة نقل مين? السيالة العصبي? ماليش علاقة بحسية او ايه? او حركية? ايه بكلام ده غلط? هنا بقول لرقم دال البيل لمحور خلية حسية والايه لمحور خلية حركية احنا قلنا للشكل اللي قدامنا? بيدل على مين على سرعة نقل مين? السيالة العصبي? ماليش علاقة بيه الخلية الحسية او ايه? او الحركية اذا كان قطر غلاف الحزمة العصبية لوسين? احنا عارفين اللي هو الحزمة العصبية عبارة عن مجموعة من المحاور العصبية في منطقة ما بالجسم يساوي قطر غلاف العصب. العصب عبارة عن مجموعة من الحزمة العصبية اللي هو صاد في منطقة أخرى أي مما يلي يمكن أن يفسر ذلك هو مفروض طبعا الطبيعي أن يكون عندنا اللي هو غلاف العصب تمام يكون القطر بتاعه أكبر من غلاف مين اللي هو الحزم مين العصبية علشان العصب زي ما إحنا لاستقلين عبارة مجموعة منين من الحزم إيه العصبية هنا في أماكن معينة في الجسم هنا هما اللي اتنين القطر بتاعهم تساوى مع بعضه فالكلام ده يا ترى هيكون نتيجة إيه رقم ألف المحاولة العصبية في سين اللي هي الحزم العصبية مغلفة بمادة اللي هي الميالين طبعا هنا لما بيزداد هنا اللي هو التغريف بمادة الميالين القطر بتاع المحاورة العصبية اللي يحصل له هيبدأ إزداد ونتيجة اللي هي زيادة اللي هي القطر بتاع اللي هو الحزم العصبية في سين في الحالة دي تنوها هيبدأ يتساوى مع مين مع قطر غلاف مين اللي هو إيه العصب وبالتالي اللي جابت يتمشي معنا تعالوا نشوفوا اللي بعدها كده المحاورة العصبية المحاور العصبية في صاد تمام اللي هي العصب يعني مغلفة بمادة الميالين طب دلوقتي اللي هي مغلفة بمادة الميالين ما معنى كده القطر بتاعها يزداد زيادة وبالتالي هنا هيتساوي ازاي مع الحزمة العصبية وبالتالي دي ما تمشيش معنا غياب النسيج الضام من غلاف اللي هو العصب اللي هو سين احنا عارفين طبعا اللي هو الحزمة العصبية بيكون مغلفة ايه بنسيج ايه ضام وبالتالي هنا بقول لغيابها لا طبعا الكلام ده يكون ايه غلط عشان احنا قلنا دايما الحزمة العصبية مغلفة ايه بنسيج ضام وعندي كمان اللي هو العصب دايما بيكون مغلب بايه بنسيج ايه ضام بالاضافة الى الاوعية الدموية وجود خلايا غراء عصبي اقصر في صاد طب دلوقتي لما يكون فيه خلايا غراء عصبي اقصر المفروض القطر بتاعه يكون اكبر منين اكبر من سين فاصبح ده كمان غلط يبقى افضل اجابة عندنا كده اللي هي مين اللي هي رقم الف يا رب قنفهمنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معكم أستر طارو الى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير للجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته